ذي روف أند ريسنغ انطلق أول يشواط الأمسي على كاس واهو من مسافة 1400 متر بمشاركة 6 من الخيل العربية الأصيلة والمسجلة في منظمة الواهو بانطلاقة المرشح الأول الجلابي 1544 مع الفارس بن سندرسون يلحق به ثانيا كريان 1706 مع الفارس روزي جيسب المركز الثالث يتواجد ربدان M677 مع الفارس جورج هود المركز الرابع بمحادات السياج ناليكا السويتي M671 مع الفارس مارشالس جارس المركز الخامس عفوا ناليكا السقلاوي 1564 مع ابراهيم نادر بينما تأخر لطويسان 1762 إذا نعود إلى الصدارة والمركز الأول حتى الآن مع المرشح الأول الجلابي 1544 الحاز على المركز الثاني في الأسبوع الماضي كسيدي سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء المركز الثاني هناك انطلاقة كريان مع الفارس روزي جيسب المركز الثالث هناك أيضا السويتي M671 مع الفارس مارشالس جارس إذا نعود إلى الصدارة والمركز الأول حتى الآن مع المرشح الأول الجلابي 1544 بينما محاولات هناك أيضا من قبل طويسان 1762 مع الفارس حسين مكي بالكاب الأحمر بشعاري فيكتوريت لا يزال انطلاق حتى الآن أيها المتابعون الكرام مع الجلابي 1544 مع الفارس بن سندرسون محاولات من قبل طويسان 1762 لكن المرشح الأول الجلابي يطيد كاس وهو بقيادة موفقة من الفارس بن سندرسون طويسان في المركز الثاني المركز الثالث السويتي M671 والمركز الرابع جابي الصقلاوي 1564 ترجمة نانسي قنقر